لا صراط مستقيم ذلك هو ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك فقد وكلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تبارك وتعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات ولارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا وآباؤنا أهنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيط مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بشكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء وإذا ولوا مذبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة لهم من الأرض تكلمهم إن الناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أسبك السؤال الثالث والأخير اقرأ من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تُبصِرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء ولروا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل تات حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمصرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحرونه مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعب فاويا اشتركوا في القناة